اشتركوا في القناة المرة فاتتكلمنا عن لهوت السايد المسيح وأنا أستكمل برضو إثبات لهوت السايد المسيح وقلنا أن السايد المسيح من ضمن الحاجات التي تؤكد لهوته أنه قبل العبادة والسجود والسجود العبادة وليس السجود الاحترام لأنه هو الله فقبل من الناس قبل من بطره صلصول أنه سجد ليه بعد صد السنخ الكتير وقبل من يائرس سجد ليه وكان عايزه يشفي بنته فقال له أن ابنتي الآن ماتت ولكن تعال وضع يدك عليها فتحيا وسجد ليه فالمسيح برضو قبل منه هذا السجود وأقام بنته من الموت كان مؤمن أن السايد المسيح قادر على إقامة بنته المريمات برضو فاكرين بعد القيامة راحوا يزور القبر وبعدين هم ماشيين قبلوا السايد المسيح فسجدت له ومساكتها بقدم مية مريم المجدلية وقبل منهم هذا السجود وكان سجود عبادة لأن زهلوا أنه لقوا أن الميت قام وأمرها ما حصلت في التاريخ كله أن الميت يقوم برضو نفس الحكاية اللي أدهشت الأحد عشر وصولا أنه قام بعد ما قام لما شفوه وظهر اليوم سجد له السجود العبادة وقبل منهم هذا السجود المجوث برضو سجد له وهو طفل صغير وعشان كده الخديث بوليس الاسود بيقول تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومع الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل إنسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب في لبي 12-11 وهو قبل السجود من الناس وسجود العبادة في مناسبات معجزات خارقة مناسبات إيمان به كابن الله وسجدت له الملائكة وكل الكئنات في السماء والأرض لأنه هو والآب واحد لأنه هو الله الظاهر في الجسد كلمة الله الظاهر في الجسد وزي ما قبل من الناس السجود قال لهم صلوا باسمي وهتقبل صلاتك لو صلتوا باسمي حتى الصلاة اللي بنواجهها للآب بنواجهها باسم الرب يسوع قال الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم إذا الآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا في يوحانا 16 وقال إيه مهما سألتم مهما سألتم طالما ما بتسألوش حاجة وحشة مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالإبن إن سألتم شائعا باسمي فإني أفعله في إنجيل يوحانا 14-13 وعبارة إني أفعله يعني أنا قادر أنا الله القادر على فعل كل شيء من ضمن الحاجات التي تؤكد لهوت سائل المسيح إن زي ما بتقال على الله الآب إن له المجد إلى الأبد برضو قيل في أماكن كتير عن السيد المسيح إنه له المجد إلى الأبد لأنه هو والآب إله واحد لأنه هو له مجد الآب هنشوف لأتي آيات تثبت إنه مجده هو مجد الآب عبارة له المجد هي عبارة خصب الله وحده وهي تدخل في تسبحة الصارفين له في أشياء ستة ثلاثة أما كانوا بيقولوا خدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض والله لا يعطي مجده لكائن آخر ولكن الآب والابن لأنهم إله واحد لهم مجد واحد الله لا يعطي مجده لكائن آخر ففي أشعية 42 8 مكتوب أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر فإذا ثبت أن مجد الآب هو مجد الإبن ده يؤكد لهود السيد المسيح الكتاب يعطينا فكرة أن السيد المسيح ده وهذا المجد اللائق به كإله بيقوله ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه من اللي هيجي مع الملائكة ده إلا إذا كان هو الله نفسه فحيناء الزين يجلس على كرسي مجده ويجتنى أمامه جميع الشعوب ده عشان يدين البشر ويعطي كله أحد حسب أعماله معلمنا بطرس الرسول بيقول لكي يتمجد الآب في كل شيء بيسوع الآب يتمجد بإمين؟ بإبنه كلمته عقله حكمته لكي يتمجد الآب في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد له المجد والسلطان إلى قبل الآب دين أمين في رسالة بطرس الأولى 4-11 والقديس يهوزة الرسول بيقول الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الظهر آمين يهوزة 25 الكتاب مقدس بيذكر أن السيد المسيح له نفس مجد الآب له نفس مجد الآب فيقول السيد المسيح فإن ابن الإنسان مع أنه هو ابن الله بس بقى لما بيكامع نفس ابن الإنسان يقصد ابن الله لأن الناس هوت اتحد باللهوت وأصبح ابن الإنسان هو ابن الله فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مرة قال له هيأتي في مجده ومرة قال له أن هيأتي في مجد أبيه لأن مجده ومجد أبيه واحد فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع الملائكته وهنأذن يجازي كل واحد حسب أعماله دي في متى 16 شوفوا بقى الآية التانية دي لأن من استحى بيه وبكلامي فهذا يستحى به ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب هيجي بمجده ومجد الآب لأن الاثنين ديهم مجد واحد نفس المجد متى جاء بمجده ومجد الآب والملئكة القدسين في لوقة 9 26 ومساواة الابن للآب في المجد جاءت في سفر الرؤية رؤية 7 17 في تلك التسبيح التي تسمعها الرائي اللي هو يوحن الرائي من كل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض ويقول سمعتها قائلة للجالس على العرش والخروف الخروف بيرمز للابن خروف قائم كانه مسبوح لأنه زبح على الصليب الجالس على العرش والخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين وسائل المسيح يتحدث عن هذا المجد فيقول في يوحنة 17 5 جلسته مع أبي في عرشه مين يقدر يجلس مع الآب في عرشه إلا حكمته عقله ابنه دي في رؤية 23 21 وفي يوحنة 17 5 بيقول وهذا المجد كان له عند الآب قبل كون العالم لأنه قال إيه والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان ليه عندك قبل كون العالم يوحنة 17 5 المسيح هو صالح وقدوس والآب صالح وقدوس الله الآب صالح وقدوس فإذا كان المسيح ثبت أنه هو صالح وقدوس يبقى هو والآب واحد يبقى نثبت لهوته وكلمة قدوس لا تقال على إنسان مهما كان الإنسان ممتاز روحيا وأخلاقيا ونسكيا نقول عليه قديس إنما كلمة قدوس دي لا تقال إلا على الله عشان كده السيروفين كانوا بيسبحوه فإشان هيقوله قدوس 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 رب الجنود مجده وملء كل الأرض ليس أحد صالح إلا الله وحده الآب ودلوقتي هنشوف حاجات تثبت إنسان المسيح بلا خطيئة من منكم يبكتني على الخطيئة كان بيقول كذي اليهود بار وقدوس عشان كده الملاك كان بيقول القدوس الكل الزائغ ومعن فسده ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد في مزموعة 14-3 ويحن الحبيب شهد 1-15 الخطاه الذين أولهم أنا البشر كلهم خطاه القدوس الوحيد هو الله متة 19-17 بيقول يقول الرب ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله الكتاب بيحصر القداسة في الله وحده فإذا كان المسيح قدوس ويتميز بالقداسة وله القداسة فهو الله الظهر في الجسد الملاك اللي مبشر العدل اللي هي القدوس المولود منك يودع ابن الله وبطرس الرسول وهو بيوبخ اليهود ده في أعمال بقى بعد ما السيد المسيح قام بيوبخهم على الموم صالب والمسيح بيقولوا لكن أنتم أنكرتم القدوس ما قالش القدس لأنه بيكلم عن الله أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل بيلوهم على أنهم قالوا أصلبوا أصلبوا في أعمال 3-4 بيقول لسي الرسول كمان بيكلم عن المسيح بيقول قدوس برأ شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاء وصار أعلى من السماوات في عبرانين 27-26 الكنيسة كلها كانت بتصلي وبتقول امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة ولتجرى آيات عجاب باسم فتاك القدوس يسوع وربنا كان بيكلم ملاك كنيسة فيلادلفيا في سفر الرؤية رؤية 3-7 بيقول هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفاتيح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح قدوس القاب قدوس والابن قدوس لأنهم إلا هن واحد وقدست الرب يسوع تظهر في أنه بيقول بيتحدى اليهود أنه واحد بس يقوله نعمل خطيئة قال لهم من منكم يبكتني على خطيئة في إنجيل يوحانا 8-46 يشهد الرسل عنه قالين مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة أبراين على راعة 15 حتى الغرباء والأعداء والشياطين كانوا يشهدوا للمسيح أنه قدوس يهوزا اللي أسلمه قال قد أسلمت دما بريئا اعترف أنه قدوس بريئ بلاطس قال إني بريئ من دم هذا البار اعترف أنه بار دا اللي حكم عليه بالصلب يا راجل لما هو بار تحكم عليه بالصلب عشان يرضي له عشان يحافظ على كرسي الملك بتاعه حتى زوجته قالت له بعثت له ناس رسل قالت له إياك وهذا البار عشان أنا تألمت من أجله في حلم ليلا إياك وهذا البار الشيطان نفسه كان بيقول له أنا أعرف من أمت قدوس الله الشيطان نفسه كان بيعترف فإذا كان الآب قدوس شفنا إن الكتاب المقدس والناس كلها والملايكة حتى الشيطان حتى الأعداء بيقول عليه أن القدوس إذن هو الله لأنه هو فارن الله القدوس فيه حد ممكن يسأل سؤال طب ليه الشاب الغني لما راح لسيد المسيح وقال له أيها المعلم الصالح أي صراحة أعمل أي صراحة أعمل لتكون ليه الحياة الأبداية ليه السيد المسيح رد عليه وقال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ليه قال له كده على فكرة ما قالهش أنا مش صالح هو معنكرش هما اليهود يتعودوا لما يكلموا لما يكلموا أي واحد من الكتاب المفريسي يقول له أيها المعلم الصالح يعني كلمة روتينية فسائل المسيح عايز يقول له إيه أنت بتقول لي أيها المعلم الصالح كروتين ولا أنت تعرف أن الصالح الواحد هو الله وتعرف أن أنا هو الله الزهر في الجسد عشان كده بتكوني صالحا بس ما قالش النغير صالح ونستكمل الموضوع في إثبات لهود السائل المسيح في الحلقة القادمة ربنا كل مجد إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر